وحول آخر مستجدات هذا الملف معنا عبر الساتلايت من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي بعد التحية سيد مبارك السعودية المملكة العربية السعودية قد أعلنت وعدد من الدول عن قطع علاقتها مع قطر بسبب عمل الأخير على زعزعة الأمن والاستقرار وشق الصف الداخلي للدول والتحريض للخروج على الدولة ماذا تستفيد قطر مثل هذه الممارسات مساء الخير لك أختي ولكافة الأخوة مشاهدي قناتكم العريقة بكل تأكيد أن العبث القطري الذي رصدته دول مجلس التعاون الخليجي ومنذ سنوات وهو قيد الرصد وقيد المتابع على أمل استخدام النفس الطويل مع الشقيقة قطر واستخدام الحكمة واستخدام الاحتواء على أن تعود عن غيها وتعود إلى رشدها وتدرك المصلحة الحقيقية لها والشعب القطري والشعوب دول مجلس التعاون الخليجي ككل لكن المؤلم هو ما تكشف الحقيقة من معلومات جديدة ومؤكدة ومرصودة حول تدخل القطري واضح وفاضح وسافر في الشأن الداخلي للمملكة العربية السعودية دولة شقيقة الكبرى وللشقيقة أيضا مملكة البحرين ورصد دعم قطري واضح للعناصر التخريبية التي تستهدف الأمن في محافظة القطيفة والتي استهدفت زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة ناهيك عن الطموح القطري الغير مبرر لمحاولة الظهور سياسي ولعب دور أكبر من دول هذه الدولة مع احترام للأشقاء في قطر لكن الحكومة القطرية لم تدرك بعد حدود الجغرافية المكانية ولا الجغرافية السياسية أيضا لدولة قطر لذلك على حكومة قطر مراجعة النفس والاختيار كما قال معالي الجبير قبل قليل عليها أن تختار الطريق الأوضح والأصح لمصلحتها ومصحة دول مجلس التعامل الخليجي أو أن تواصل غياة في الطريق الخطأ وستواصل العقوبات ارتفاعا كلما ارتفع الهروب للأمام الذي تمارسه حتى الآن الشقيقة قطر نعم طبعا التعاطف الحوثي مع قطر بعد قطع العلاقات يؤكد أن هناك علاقات جيدة تربط الدولة أو الدوحة بالميليشيات وأيضا هناك مؤشرات على أيضا أخيرة من جانب طرف إيران كيف ترى ذلك برغم أن قطر كانت تشارك في التحالف العربي لدعم الشرعية الحقيقة أن هذا موقف مؤلم جدا ورصدت فعلا أن هناك لقاءات وليس التعامل فقط هناك لقاءات بين عناصر قطرية وعناصر حوثية برعاية إيرانية أيضا بتسهيلات إيرانية وضبط المال القطري وبكل أسف بمئة الملايين التي أوصلت لدعم الميليشيات الحوثية وبالمناسبة التحالف العربي هو من طلب إلغاء المساهمة القطرية الرمزية في التحالف العربي ومع فاق تقديرنا للأشقاء في القوة القطرية لكن هذا جريرة ما فعلته حكومة قطر مؤكد أن أعمال التحالف العربي قد رصدت هذا الدعم وأعتقد أن الكيل بالفعل طفح من هذه التصرفات القطرية وجاءت ساعة الاقتصاص وساعة محاسبة الحكومة القطرية عليها الآن وهي في مفترق طرق إما أن تعود لحظنها الخليجي مع تخليها عن هذه المارسات عن الدعم الرموز المعارضة لدول مجلس التعامل الخليجي وتخليها أيضا عن دعم الجماعات الرهابية وطردها لتلك المنظمات الدينية العابرة للحدود وتخلص من الاستفزازات الإعلامية التي تمارس بعض القنوات المحسوبة على قطر من خلال تدخلها في الشأن الداخلي للدول العربية أعتقد أن هناك قائمة من المطالبات التي سيتمبع أعتقد أنها بحدة الليلة في جدة وستبحث مرارا لعل حكومة قطر أن تعود عن غيها وتتزم أقلها بما وقع عليها 2014 اتفاق الرياض الشهير الذي كان وقعه آخر عهد الملك عبد الله والذي آوش كان يحتوي لأزمة بين دول مجلس التعامل وحكومة قطر لكن قطر اعتبرت أن ذلك الاتفاق قد مات مع وفاة الملك عبد الله رحمة الله عليه الآن على قطر بالفعل أن تختار إما تكون مع دول مجلس التعاون الخليجي في المسار الأصح في المسار السلمي أو أن تواصل القفز للأمام في الظلام وترتمي في أحضان أعداء المنطقة وأعتقد أن معطيات ونتائج قمة الرياضة التاريخية بدأ الحقيقة تنفيذه بشكل واضح ووجهي بحسم وحزم من أصحاب الجلال والسمو بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلماء بن عبد العزيز وأخوانا قادة دول مجلس التعاون نعم من الرياضة المحلل السياسي مبارك العاتي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة